على الأرض حواجز واعتقالات وكل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال وتحت الأرض احتلال أيضاً لكن بصبغة مختلفة المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة الذي لا تشد الرحال إلا إليها يعاني هو الآخر كسائر ما حوله من تشديد وتضييق وصل إلى حد تهديد وجوده أصلاً تواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفر تحت المسجد الأقصى وما حوله تتضمن حفر أنفاق ووصل أخرى فلا سلمت الأرض وما عليها وما دونها من آلة الاحتلال العسكرية أو آلات الهدم والتي اكتشف أول إنجازاتها في العام 1981 عندما استفاق المقدسيون على نفق تحت جدران المسجد يبعد أمتاراً قليلة فقط عن قبة الصخرة فكان بمثابة الإنذار الأول لأسرار ما تحت الأرض الشيخ عكرم صبري خطيب الأقصى يشهد على جزء مما يجري فيقول إن الحفريات تبدأ من بلدة سلوان وتتجه نحو المسجد لافتاً إلى أن الحفريات تسببت بتصدعات كبيرة في المناطق التي مرت بها في القدس المحتلة خطيب الأقصى الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس حذر من خطر الحفريات على بنية المسجد لسيما وأن الكيان الصهيوني بات لا يريد جس النبض ولا يبدو أنه حذر حتى من ممارسات قد تستدعي غضب العرب والمسلمين في المقابل تنفي سلطات الاحتلال قيامها بأعمال الحفر وهذا لا يتوافق بطبيعة الحال مع رفضها دخول منظمة اليونسكو لإجراء تحقيق حول الموضوع الذي يبدو من الظاهر محاولة عبثية لإيجاد أي أثر لليهود هناك لكنه في الباطن بحث مستميت عن الهيكل المزعوم بيد أن نفي الاحتلال أو شهادة الفلسطينيين يؤكدان جدلية لا تقبل الشك وهي أن كل ما يجري هو جزء من حرب مفاهيم قائمة لا يفرق العالم فيها بين الجلاد والضحية والاحتلال وصاحب الأرض والمقاومة والإرهاب